عندما يتعلق الأمر بمرضا ليس كباقي الأمراض لا يعرف مصدره الحقيقي ولا كيفية تطوره الغريب أو حتى سرعة انتشاره ليتم تصنيفه كوباء عالمية نكون نحن العراقيون أمام مسؤولية كبيرة تحتم علينا التصدي لهذا العدو الذي اقتحم حدود البلاد على حين غفلة ورغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة وضعف الوقع الصحي وتأخوره كونه يحتل المرتبة المائة والسابعة والستين على العالم إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة للحد من تفشيه تمثلت بإغلاق الحدود وإيقاف رحلات الجوية وفرض حظر التجوال وغيره من الإجراءات الوقائية إلا أن أمر إغلاق الحدود لم يرق للجارة إيران التي رفضت القرار بشدة ورسلت وفضا لتفاوض مع خلية الأزمة بحضور ممثلية صحة العالمية في العراق من أجل إقناع الجانب العراقي بالتراجع عن القرار كونه سيتسبب بخسائر مادية للحكومة الإيرانية وزير الصحة العراقية أكد أن المفاوضات انتهت برفضا قاطعا لكل المحاولات الإيرانية لعادة فتح الحدود واستئناف الحركة التجارية بل وحتى زيارات الدينية فالأمر متعلق بصحة وسلامة مجتمعا بأكمله ولا مجال للمجاملات لأي طرف أو جهة كانت الصحة العالمية أشادت بالإجراءات العراقية التي كانت كفيلة بالحد من انتشار الوباء بدءا من إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم والمطارات والحدود مع تركيا وإيران إلا أن السؤال الأهم هنا هل ستكتفي إيران بهذا الرفض وتحترم خصوصية الشعب العراقي وحقه باتخاذ القرارات المناسبة له أم ستلجأ إلى أسليب غير شرعية لتحقيق مصالحها على حساب هذا الشعب